ولا شو ولا الحاجات ولا تعليم ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده كابتن عصام بلاش تحط النار جنب البنزين يعني مش كده هل ظلم فريق كبير بحجم الاهلي مريح لبعض حضرتك لازم تحترم مشاعر ملايين من جماهير الاهلي وعلى فكرة بقية الجماهير كمان وجهة نظري ان انت كابتن عصام بلاش تطلع كل شوية تقول اصل كذا اصل كذا اصل كذا النهاردة حضرتك عملت محاضرة لتحليل وتقييم اداء الحكام وقلت في المحاضرة يعني ان اللجنة الحكام هتجهز فيديو مدته 10 دقايق يتضمن شرح وتحليل بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الاخيرة وحيتم عرضه على المنصات الالكترونية لاتحاد كرة القدر والامر ده حيكون تقليدي وثابت ونعمله كل ما تشتبه عصام انت بتكلم بجد ولا بتهذر ده ماشي يعني اعتقد ان ده شيء ايجابي ولكن افلح انصدق ليه بقى بقول افلح انصدق هو حضرتك لما هتشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل ويجي حكم في حالة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل ويكون غلط في قرار مؤثر هو ده يا كابتن لو قال مش هيبقى اعتراف من الحكم بالخطأ وبالتالي وفقا للوايح لجنة الحكام والدوري في الموسم اللي احنا فيه ده يتم اعادة المباراة طالما الحكم اعترف بالخطأ وانت حضرتك شايف جدول الدوري يا دوب لجنة المسابقات بتلحق تخلص عشان الموسم الجديد مفيش مجال لأي مباراة نهاية تتعاد بس السؤال بقى الاهم بالنسبة لي هو كابتن عصام هي حالات مثيرة للجدل لان انا عارف ان بعد الفيديو اللي ما حدق تشوف ده هتعمل الحاجات دي بس هتعملها بايه الحالات المثيرة للجدل من وجهة نظر مين من وجهة نظر مين من وجهة نظر حضرتك ولا من وجهة نظر الحكام ولا من وجهة نظر الجمهور ولا من وجهة نظر الاندية ولا من وجهة نظر مين حالات مسيرة للجدل من وجهة نظر ولا الاعلام من وجهة نظر مين ولا انت حتاخد الحالات المثيرة للجدل اللي ما فيهاش وجع دماغ هنشوف انا ما لو حاجة ايجابية فندم هتلاقيني بطلع سقفلك والله هطلع سقفلك والله العظيم هنطلع نسقف وبقول لحضرتك افلح انت صدق ولكن إزاي هتعمل حاجة زي دي وزي ما قلت لحضرتك سؤالي المباشر لكابتن عصام عبد الفتاح هو بيوصل له كل حاجة من هذا الكلام يا كابتن عصام هي مسيرة للجدل من وجهة نظر مين بس هو ده السؤال رد علي حضرتك يا كابتن مش عندي طبعا أنا عارف لكن في أي حتة تانية أنا مرة من المرات طلعت مع حضرتكم على الهواء مباشرة وحكيت لحضرتكم إيه موضوع الحكم الأجنابي اللي كانت تكلم مع الكابتن عصام والكابتن عصام تكلم معاه وكانت في كرة من الكرات في بعض الأخطاء اللي هي الكرات المثيرة للجدل زي ما هو بيقول الكابتن عصام وقلت لكم أتحدى لو الكابتن عصام يطلع معاه على الهواء ويقول يا إسلام من الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط ساعتها يعني وطبعا الكابتن قال لأ ومش لأ وابتعلي ناس تانية وانا ساعتها قلت لحضرتكم إن أنا حأتيح كل الفرصة كاملة إن أنا أفتح الهواء كل أنا مش هفتح بقي أنا حسكت فكابتن عصام أتمنى إن حضرتك ترد علي في هذا السؤال سواء أنا عارف إنهم مش عندي لكن في حتة تانية أو حتة في التصريحات الحالات المثيرة للجدل من وجهة نظر مين يا فندم من وجهة نظر مين أتمنى أن يكون هناك احترام لعقول الكل لأن إحنا متابعين جايدين جدا زي ما قلت لحضرتك أنا كل يوم ممكن الصبق يعني ساعة الهواء أجي يوم جاي يجيب لك زي الفيديو هاتي يا ساميل ما علش الفيديو ده تاني عشان الفيديو ده جميل لطيف لطيف كرة تحسبت وكرة ما تحسبتش هنا بتدافع وهنا ما بتدافعش وهنا أصل ليهم دار بالجزاء واصل هنا ما لهمش حاجة أهو يا فندم أهو يا فندم يا دي نفس الكرة حتى لأن إحنا بنلعب بالكرة الموحدة يا سبحان الله سبحان الله دي ما تحسبتش ودي تحسبت يا فندم تخيل بقى حضرتك من أعمالكم سلط عليكم شكرا يا ساميل أنا ممكن كل يوم كل يوم هقعد ومش هتكلم هعمل ايه هسكت وحزيع لحضرتك مش في مباريات الأهلي بس في كل المباريات اللي بتحصل أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكمية